الله بالخير أخي هاني أسأل الله بالنور أخي أخي وإحمد أسألمك أطول بعمرك بالسؤال أستاذ هاني أنت راح تناقش لأستاذ حسين من ناحية الدستورية والقانونية إن شاء الله بس أنا مو قانوني بس أندي بسألة تي راح يتم تناثب عندها بالحكم تفضل خلي سمع عساس يقدر يرد عليك تفضل أعطي كلاب يا أستاذ يعافيك طال عمر أعطيك على قوة هذا فكرة أنا من مؤيدينك لأن القاضي يقوم بمحكمة الدستورية أو بأي محكمة بأي إداراتها ستكون عندها في الجلسة اختلاف نعم صح ستكون موجودين في الرجال والنساء يعني إذا نضغ القانون أنا أعطينا الأحكام اللي قابضها والجلسات اللي قابضها مع حضور الاختلاف اللي عنده مو مسموح به شون يسمح بمحكمته بقانونه ورافة صحيح صحيح نعم وموضوع اللي هو موضوع الاختلاف أنا أرى أن الاختلاف لا يوجد اشكال الاندماج هو اللي فيه الاشكال يعني مثلا لو راجعنا من الاستشفيات في جناح الرجال في جناحة للنساء بالمقابل الاختلاف الطبي فيه اختلاف بينهم صح الموضوع اللي هو الاندماج يعني حكومة مو قال ما تقدر أو تعجز أنها تبك الاندماج لو شالك منع الاختلاف هذا الكلام اللي قابضي يعني مثلك مثلا المسجد فيه اختلاف بس المسجد يحمي نفسه أبي جعل يصلهم بجهة والنساء بجهة ثانية ولهم مداخل خاصة ومخارج خاصة هل أن الحكومة قادرة تسوي هذا التصميم أو لا هذا السؤال اللي سألت توني بو أحمد قاعد أقول له هم ومشكورين يعني هذا كلامي مشكور شكرا يا هاني شكرا يا هاني شكرا يا توضيح يعني